انتلاقا من الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وتواصلها مع فئة المجتمع نظمت الوزارة زيارة لعدد من شباب المدارس والجماعات لمدرية أمن القاهرة والإدارة العامة للحماية المدنية كما قام دباط من الإدارة العامة للمرور بزيارة مستشفى الناس تهدف الزيارة إلى تعميق روح الولاء والانتماء لدى هؤلاء الشباب والنشأة استمرارا للدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على التواصل مع كافة فئة المجتمع بخاص الشباب فقد استقبلت مدرية أمن القاهرة وفدا من أعضاء اتحاد طلاب مدارس القاهرة لمشاهدة المقر الجديد للمدرية بتجهيزاته المختلفة وفي المقدمة منها غرفة عمليات النجدة ذات التجهيزات المتطورة لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة احنا شفنا حاجات كتيرة وشفنا أجهزة وتقنية حديثة جداً وشفنا إزاي دلوقتي بقى فيه سرعة إجراءات لأي حاجة بتحصل ففيه سرعة في أننا مثلاً لو فيه سرقة أو فيه أي حاجة فشايفين أن هم بصراحة بصرعة ممكن يوصلوا للجاني أو أي حد ارتكب أي حاجة فيه تفرق جداً من التحديث في من أول مدارة للغاية الإسام جميع الإسام الموجودة في الكاهرة أول مرة نشوف الشكل حديث الجميل المنشرف لمصر الجمهور المصر العربية دخلنا غرفة عمليات النجدة شفنا كل قسم في الغرفة ليه دور معين كلهم شغالين على مدار 24 ساعة فعلاً تقنيات حديثة جداً تحاستنا أن إحنا بقين في الجمهورية الجديدة شفنا حاجات كتير تطورت وحاجات كتير جديدة إحنا ممكننا نعرف عنا حاجة تماماً يعني إزاي أن البلاجات بتيجي وإزاي بيتم الرد عليها بأقصى سرعة مستنية أن أنا أرجع للمدرسة عشان أحكي للصحابي أو الزمائلي عن التجربة اللي عشناها النهاردة والحاجات اللي شفناها النهاردة واستكمالاً لدور الوزارة الاجتماعي وتواصلها مع كافة الفئات نظمت الوزارة زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية إلى الإدارة العامة للحماية المدنية للإطلاع على عمل الإدارة وجهودها في الإنقاذ البري والنهري والتعامل مع الحرائق والمتفجرات بنشوف تدريب ميدانة لكيفية مثلاً التعامل مع الحرائق ونسأل أقدر الله حصل أي حريب في أي موقع بترولي مثلاً أو الإجراءات اللي احنا بنعملها خطة الإخلاء حقيقة أنا استفدت جداً النهاردة من الزيارة لأن قدرت أفهم إزاي أقدر أتعمل مع الحرائق وإيه الخطة اللي أنا ممكن أن أتبعها لو حصل حريق أو إزاي أقدر أساعد الحوالي لو حصل حريق وإزاي أقدر أتصرف أحد أشكر روزارة الداخلية وإدارة الحبابة المدنية أنهم تفررنا هذه الفرصة نحن نتعلم أو نشوف إزاي هما بيستعاملوا الأدوات في عملية الإنقاذ وإطفاء الحرائق الحاجات دي هتفيد الواحد في حياته الشخصية ثانياً هتفيده في حياته العملية أكتر حيث أنه ابتدأ يشتغل في مصنع لو حصل أي مشكلة من المشاكل دي تقدر يتصرف معها بتصرف صحيح ومصبوط ومع تواصل دور الوزارة الإنسانية نظمت الإدارة العامة للمرور زيارة لمستشفى الناس الخيري حيث تم استحاب المدينة المرورية للأطفال لتعلمهم قواعد وإرشادات المرور وهو ما يسهم في رفع روحهم المعنوية يوم جميل إحنا قدناه والولاد فرق معهم جداً ومبسوطين جداً وإحنا متشاكين أول للوزارة الداخلية أنهم عملونا اليوم دو النهاردة الزباط جوم لعبوا معنا وشوفنا حاجات جديدة وتعلمنا حاجات جديدة تعلمنا عصادة الملون وإزاي نحلة العربية وإحنا كنا مبسوطين جداً وكان اليوم النهاردة رائع يعني اليوم جميل جداً صراحة والوزارة الداخلية عملت مجود رائح مع الأولاد تنظيم رائع جداً 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 العربيات والإشارات والمدينة المرورية بتاعتهم رائعة تأتي هذه الزيارات المتنوعة في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة فئات مجتمع والتعريف بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة في مختلف مجالات العمل الأمني لتحقيق الأمن والاستقرار فتح باب الزيارات لطلبة الجامعات والمدارس للمواقع الشرطية المختلفة يعمق روح الولاء والانتماء لديهم ويعرفهم بتطوير الحاصل في المواقع الشرطية من أجل مواكبة مستجدات العمل الأمني والتطوير في الجمهورية الجديدة عبدالله بركات التلفزيون المصري